أقيمت صلاة الجنزة على الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات بعد صلاة المغرب بتوقيت الإمارات وكانت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات قد نعت إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات والذي انتقل إلى دوار ربه اليوم وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنتيس الأعلام مدة أربعين يوما اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم قائد عربي أصيل وحاكم قدم عدة إنجازات ساهمت في تمكين المواطن الإماراتي وازدهار دولة الإمارات وتألقها محليا وعالميا إنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تم انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للإمارات في الثالث من نوفمبر من عام 2004 في أعقاب وفاة والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الثاني من الشهر ذاته وبعد انتخابه رئيسا للدولة أطلق الشيخ خليفة خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة الإمارات لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وضمان الرخاء للمواطنين وكان من أهدافه الرئيسية السير على نهي والده الذي آمن بدور دولة الإمارات الريادي كمنارة تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر يسوده الأمن والاستقرار وعلى تلك الخطى أشرف الشيخ خليفة على تطوير قطاع النفط والغاز والصناعات التحويلية التي ساهمت بنجاح كبير في التنوع الاقتصادي في البلاد كما قام بجولات واسعة في جميع أنحاء الإمارات لدراسة احتياجات بلاده وأمر ببناء عدد من المشاريع السكنية والطرق ومشاريع التعليم والخدمات الاجتماعية فضلا عن إطلاق مبادرة لتطوير السلطة التشريعية وفي عام 2009 أعيد انتخاب سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيسا لدولة الإمارات حيث تعهد بمواصلة تنفيذ استراتيجيات طموحة للتنمية والتي كان قد بدأ فيها كما كان لقيادته الرشيدة واهتمامه بمصالح الدولة الاتحادية الفضل في تجاوز الأزمات المالية والإقليمية وسعيا لتحسين جوزة الحياة للوطن والمواطن أطلق الشيخ خليفة العديد من المبادرات والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الأولويات العليا للدولة وأهدافها التنموية المستدامة